بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جابري المصفوفات ومع الجزء السابع من الدرس الرابع نوجد فيه حل هذا النظام الخطي باستخدام طريقة معكوس المصفوفة هذا النظام الخطي يمكن كتابته على الصورة AX يساوي بحيث A مصفوفة المعاملات وX مصفوفة المجاهيل 1 2 1 1 2 سالب 1 1 سالب 2 1 X 1 X 2 X 3 وهنا 2 4 سالب 2 هذه هي المصفوفة المعاملات تلك المجاهيل وهذه المصفوفة B في البداية لابد أن نوجد معكوس المصفوفة A نستخدم طريقة جاوس جوردان الحذف فنقوم بكتابة المصفوفة الموسعة A إلى جوار I تساوي 1 2 1 1 1 2 سالب 1 1 سالب 2 1 ثم على اليمين مصفوفة الوحدة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة 1 0 0 0 1 0 0 0 1 الآن نستخدم العنصر الأول لتصفير العناصر التي تحته نضرب الصف الأول مرة في سالب 1 ونجمع الناتج على الصف الثاني ثم نضرب الصف الأول مرة أخرى في سالب 1 ونجمع الناتج على الصف الثالث تتحول المصفوفة الموسعة إلى الشكل الآدي لو نظرنا إلى هذا العنصر في الخطوة التالية لابد أن يكون واحد فماذا نفعل وهو صفر يمكن تبديل الصف الثاني مكان الصف الثالث الآن نريد أن نحول سالب 4 إلى 1 ماذا نفعل؟ نضرب هذا الصف في سالب ربع سالب ربع R2 فنحصل على المصفوفة الموسعة في الشكل الآتي الآن نريد أن نستخدم هذا العنصر لمصفر 2 ماذا نفعل؟ نضرب الصف الثاني في سالب 2 ونجمع الناتج على الصف الأول الآن ننتقل إلى الصف الثالث نود أن يكون هذا العنصر واحد ماذا نفعل؟ نضرب الصف الثالث في سالب نص لنحصل على الشكل التالي الآن نريد أن نستخدم هذا العنصر لمصفر هذا الواحد نضرب الصف الثالث في سالب 1 ونجمع الناتج على الصف الأول نضرب الصف الثالث في سالب 1 الآن أحبتي أصبح في الجزء الأيصر مصفوفة الوحدة فيكون في الجزء الأيمن A-1 معكوس المصفوفة A أي أن A-1 تساوي ويمكن تبسيطها بأخذ نصف عامل مشترك وذلك تسهيل حسابات ضرب المصفوفة في الخطوة التالية 0-1-1-0-1-0-1-0-1-0 الآن وقد حصلنا على معكوس المصفوفة A الآن يمكننا حساب حل هذا النظام الخطي والذي يكون له حل وحيد كما تقول النظرية التي أخذناها من قبل بما أن X تساوي A-1-B X هنا مكونة من المتغيرات الثلاثة X1 X2 X3 X3 A-1-1-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-2-4-2-2-2-4-2-2 هناك مشكلة اثنين على اثنين فعل واحد اثنين سالب واحد الآن لو ضربنا الصف الأول في العمود الأول حصلنا على قيمة الاكس واحد صفر زائد اثنين ناقص واحد وبضرب الصف الثاني في العمود الأول ننتج ونحصل على قيمة الاكس اثنين نصف زائد صفر نوجب نصف لو ضربنا الصف الثالث في العمود الأول حصلنا على قيمة الاكس ثلاثة واحد ناقص اثنين زائد صفر يساوي واحد واحد سالب واحد اذا اكس واحد تساوي واحد اكس اثنين تساوي واحد ايضا اكس ثلاثة تساوي سالب واحد كنت اشترز بس اشترز اشتركوا في القناة